سعرنا يا أمي سعرنا يا أمي سعرنا يا أمي يدخل رئيس قصر باستورا الخميس وهو يرث كمن هائلا من التحديات والأزمات المتراكمة لكن في الوقت نفسه ثم تعوامل تمنحه ميزات لموجهة هذه الأزمات لم يملكها سابقه فلأول مرة تقريبا في تاريخ إيران باتت جميع مفاصل الدولة وسلطاتها الثلاث الرئاسة والبرلمان والسلطة القضائية في قبضة المحافظين الذين ينتمي إليهم رئيسي فضلا عن أنه شخصية مقربة ومدعومة من مؤسستي القيادة والحرس الثوري لذلك لن يواجه عقبات داخلية ناتج عن الخلاف في الفكر والرؤية والانتماء بين الرئاسة وبقية أركان الحكم كما حصل في العقود الماضية وهذا ما يسهل له المهمة وإذ تعهد إبراهيم رئيسي بحل المشكلات الداخلية لسيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلا أن العقبة الأكبر التي تواجه الرئيس المحافظ هما قرصنة السفن الأجنبية في بحر العرب والخليج العربي والنووي الإيراني اللاءات الثلاثة التي أطلقها رئيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد مصادقة المرشد علي خامنئي اختصرت خطوط سياسته الخارجية لا تفاوض حول صواريخ إيران وسياستها الإقليمية لا لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا تعويل استثنائيا على الاتفاق النووي وتبقى أزمة العلاقة مع دول المنطقة خصوصا مع السعودية تشكل تحديا آخر أمام رئيسي فضلا عن أن التطبيع الإسرائيلي الذي وجد موطئ قدم له على الحدود الإيرانية الجنوبية على الخليج ما زاد التحديات الإقليمية لإيران تعقيدا